تعالوا نروح لنتائج المصريين النهاردة في أولمبياد باريس 2024 نشوف بالتأكيد في الصدارة النهاردة صدارة الحدث محمد السيد لتوجه بميداليا برونزية في منافسات سلاح المبرزة وامر عصر بيتأهل لدور الـ 32 من منافسات فردي رجال تنس الطولة بعد الفوز على فابيو راكوتيريا لاعب مدغشكر في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 سنائي رماس خليل ومي مجدي يودعان منافسات بندقية هوائية 10 متر بعد احتلالهم المركز 29.35 على التوالي السنائي محمد حمدي وابراهيم أحمد يودعان منافسات بندقية هوائية 10 متر مرحلة أهلية رجال بعد احتلالهم المركزين 24.39 على التوالي ومحمد محسن يودع منافسات دول 64 لمنافسات سلاح سيف المبرزة فردي رجال بعد الخسارة أمام تشيكي جاكوب يوركا بنتيجة 15-8 يارا الشرقاوي تودع دول 32 من منافسات سلاح الشيش فردي سيدات بعد الخسارة من السنية هوانج كيان بنتيجة 15-5 ملك حمزة تودع دول 32 من منافسات سلاح الشيش فردي سيدات بعد الخسارة من المناية أن سوار بنتيجة 15-3 وصرع عام تودع دول 32 من منافسات سلاح الشيش فردي سيدات بعد الخسارة من الإيطالية مارتينا ففا ريتو بنتيجة 15-5 ومحمد ياسين بيودع دول 32 في منافسات فردي رجال لسلاح المبرزة بعد الخسارة من الياباني زواسو منوبا بنتيجة 9-8 محمد البالي يودع منافسات فردي رجال تنس الطاولة من دول 64 بعد خسارته أمام بولندي منوش ريتزيمسكي بنتيجة 4 لشيء لجين عبدالله تودع التصفيات التمهيدية لمنافسات 200 متر حرة بعد احتلالها المركز الـ 24 أيضا السنائي محمد قوتا وأحمد عبد العالي يفشلان في التآهل المباشر لنصف نهاية زوجي التجديف خفيف الوزن بعد احتلالهم المركز الخامس والأخير في التصفية الثالثة بزمن قدره 27-92 حيث سيخد السنائي منافسات الترضية غدا الاثنين في تمام الساعة 12 إلا تلت صباحا ليلتحك أول ثلاثة من السباق بنصف النهاية خسارة منتخم مصر الكرة الشاطئية بنتيجة 2 لشيء أمام البرازيل بنتيج الشوتين 21-14 و21-19 وميارش شريف تخسر أمام الدنماركية كارولين فوسينياكي في دول 64 من منافسات التنس الفردي وتودع أولمبياد باريس دي النتائج النهاردة اللجنة الأولمبية أصدرت بيان بشأن لعابة الملاكمة يومنا عياد وحضركم عارفين حكاية بتاعة يومنا عياد من المبارح اللي تم استبعادها بسبب زيادة في الوزن طيب اللجنة الأولمبية قالت إيه؟ تعال أقول لك قامت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس سياسر إدريس بالتحقيق في وقاعة لعابة الملاكمة المصرية يومنا عياد والتي اضطرت إلى الانسحام من المنافسات بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها إن اللعبة بحسب التأرير والملخص بتاعه إن اللعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران ثم استضاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامج خاص في الأيام السابقة للمنافسات وبعد وصولها إلى باريس ثم فوجئت بتغييرات فيسيولوجية وهيرمونية مفهومة لكل السيدات والأنسات والأطباء ونتحفظ على ذكر التفاصيل تبقى لأعرفنا وتقاليدنا المصرية وحفاظنا على حقوق ونفسية اللعبة مع العلم أن هناك تقرير تفصيلي من اللجنة التبية يؤكد على عدم توجيه أي مسئولية على اللعبة والجهاز الفني والإداري من يريد الإطراع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة النتائج المحلية نتائج بقى اللعبة ديت بطولة الجمهورية للسيدات لمدة ثلاث سنوات يعني بيوريك إزاي قديه بنت مجتهدة وحقاية إنجازات إيه كمان يا شباب النتائج الدولية الميداليا البرونزية في دورة الألعاب البحر المتوسط الجزائر 2022 لتصبح أول لعبة مصرية تحرز ميداليا بدورة ألعاب البحر المتوسط والميداليا الزهبية والحصول على كأس أفريقيا بجنوب أفريقيا 2024 حاصلة على الحزام الزهبي في بطولة الحزام الزهبي رومانيا 2024 كأول ملاكمة مصرية تحرز هذا الحزام في البطولة والميداليا الفضية في الدورة التأهلية كأول ملاكمة مصرية التأهل إلى دورة لعاب الأولمبية باريس 2024 طيب أنا ملخص الحكاية دي بالنسبة لي إنه استهدوا بالله بقى على البنت عشان البنت دي صغيرة بغض النظر بقى هي أخطاقت ظروف زي ما تقال في البيان أخطاق إدارة أي حاجة بس براحة يا جماعة دي واحدة كانت هتشارك كأول ملاكمة مصرية في الأولمبيات وما حصلش نصيب فبراحة بس فكرة إنه ما تنهرش ده بيان والبيان هنمشي قراء والتوضيحات هنمشي ورا في حاجات كتيرة ترد عليه بس بصراحة أنا متعاطف جداً مع البنت جداً فمش عايز بقى إيه أعود أعمل لها دوشة في الماء وأكيد حالتها النفسية دلوقتي في أسوأ ما يكون يعني